في أحوال اللي قدر الله الأمور تفاقمت المشاكل تفاقمت ووصلت إلى حد الانفصال أو الطلق إيه بقى يعني فيه حاجات هنا بقى أخطاء بتحصل برضو أه طبعا فيه أخطاء بتحصل في حالات الانفصال أو الطلق ما تستخدموش الطفل كواسيط بينكم وأنا هنا بقول للانفصال غير الطلق لأن فيه انفصال اللي هو بيبقى الزوج والزوجة لسه عايشين في البيت بس فيه بينهم انفصال بقى انفصال وجداني وروحاني خلاص المشاكل عمالة تتصاعد وحصل انفصال ما تستخدموش الأطفال كواسيط ما بينكم اللي هو روح قول لي مامتك مش عارف إيه أو انت تقولي له روح قول لي باباك مش عارف إيه اوعوا تعملوا الحكاة دي اتكلموا انتوا مع بعض بشكل مباشر مش طيقة مش عايزة بص في وشه مش عايزة بص في وشه خلق اكتبوا لبعض إنما اوعوا تستخدموا الأطفال كواسيط ما بينكم في الحالة اللي زي دي الأضرار النفسية على الأطفال بتكون لا يمكن تخيلها لا يمكن تخيلها وانتوا بتعملوا حاجة الحقيقة يعني في ال أو يعني أنا آسف الأزواج والزوجات اللي بيعملوا التصرف ده بيكون عندهم درجة من المراهقة أنا آسف يعني والله مش مراهقة حتى درجة من عدم النضج ودرجة من الاستهانة بالموقف كبيرة جدا جدا بتعملوش كده خلق مش انتوا كبار وبتعرفوا تتخنقوا وبتعرفوا تاخدوا قرارات وبتنفصلوا كده عن بعض وبتعرف كملوا بقى الحكاية جايين على دي بقى خلاص اتكلموا انتوا مع بعض ده أنا مش عايزة أقول لكم يعني ان المفروض يكون المعاملة عادية قدام الأطفال مش لازم يبقى فيها دلع وكلام حلو يا جماعة بس يبقى فيها صباح الخير صباح النور سلام عليكم عليكم السلام نتغدى دلوقتي آه نتغدى دلوقتي وده بقى انتوا منفصلين كل حاجة بس ده الحد الأدنى المطلوب توفروا لغاية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولة بقى يعني إذا كنتوا هتكملوا في مشوار الانفصال ده والطلاق ولا هتترجعوا خلاص اوعوا تستخدموا الأطفال كوسيط ما بينكم طيب فحالات الطلاق بقى لا قدر الله بلاش أي طرف منكم يسأل الطفل عن اللي بيحصل في بيت الطرف التاني انتوا فاهمين قصدي طبعا طيب ايه كمان بلاش تتوقعوا بلاش تتوقعوا أو تطلبوا من الطفل انه ينحاز لحد منكم على حساب التاني ما تحملوش الأطفال العبء الكبير ده الله هو انت يعني ما كنتش قادر مش عارف ايه هو وق ما تحسسوش الطفل كده ما تخلوش الطفل في وضعي الدفاع عن نفسه من خلال ان انتوا عايزين ضبنا الأم عايزة الطفل في جانبها وانت يعني فرحت قوي لما شفت بابك يعني وانا يعني وانت يعني مش مبسوط منت عايزة ليه ما تخلوش الأطفال محملة بكل هذه الأعباء السخيفة الثقيلة المضرة واخدين بالكم ممنوع تماما سواء من النحية النفسية للطفل أو من النحية الأخلاقية أو من النحية الدينية ممنوع ايه بقى ممنوع انه ان احنا نمنع الطفل ان يشوف احد والديه واظن يعني سواء في وسائل الإعلام أو في حياتنا العامة بنشوف قصص وحكايات وروايات عن مشاكل الرؤية وان اليوم اللي الأب فيه مش عارف يروح يشوف الطفل فالأم تتحجج ومش عارف أو يتقابله في مكان يعني يما يجي يروح ياخده فمش عارف يبقى يتقلو الصداعيان أو لما يتقابله في مكان برا وفي وقت معين فتلاقي الوقت ده فات بلاش يا جماعة يعني اللدت في الخصومة للدرجة دي باستخدام الأطفال حرام حرام دينيا وحرام عليكم اللي بتعملوه في أطفالكم وحرام عليكم اللي بتعملوه في نفسكم لأن انتوا بتدفعوا الأطفال فواتير ما لهمش أي دخل فيه لا يجب بأي شكل أن يستخدم أي طرف الطفل كسلاح أو وسيلة تكدير ضد الطرف الآخر أكيد بالتبعية ممنوع أي كلام غير لائق من أحد الطرفين عن الطرف الآخر ها؟ ونفس الحكاية بقى في باقي أفراد العيلة يعني قصد دي حاجة مشهورة قوي أنا بكلمكم من اللي بيحصل جوه بيوت كتير قوي قوي الجدود والخلات والعمات ومش عارف إيه الناس اللي أنا بسميهم بيحبوا يجملوا في الشر الحقيقة يعني اللي هو إيه يعني تلاقي مثلا الزوجة قاعدة أو الأب قاعد وبقى منفصل عن مراته وتيجي سيرة الزوجته يعني السابقة خلاص ويبقى الطفل موجود فتلاقي العم ولا الأم ولا القريبة ولا مش عارف الأقل ولا مرات الأقل يبتدوا يجتموا في الأم دي أو العكس في طرف الأم ليه يا دي أنتوا بتجملوا في الشر يعني أنتوا مش طرف أصلا في الموضوع يعني ولا أنتوا يعني بتحبوا ما هي دي مجاملة بقى اللي وإحنا زي الأفرح كده لما الناس بتنقط بس الحاجة الحلوة ففي ناس بقى بتحب تنقط بس في الشر بلاش كده بلاش كده لا في وجود الأطفال ولا في عدم وجود الأطفال يعني يعني خلوا حتى يعني حتى نلتزم مش ناس كتيرة قوي بتدعي يعني أنا آسف بقى مضطرة أستخدم كلمة بيدعو أنه هم بيغلبوا الجانب الديني في كل حاجة الدين بقى بريء من كل الحاجات الدين واضح قوي في الجواز وفي الانفصال وفي المواريس واضح وضوح لا نابسة فيه هلس فاشمعنا بقى لما نيجي حاجة نقول آه لأ الدين والشرع بيقول كده ولما نيجي احنا في المعاملات اليومية أو المعاملات الأخلاقية أو الإنسانية نقوم نعمل تصرفات كده متطرفة ووحشة والحاجات دي كلها اشتركوا في القناة